مشاهدي خناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 29 لماذا يتغير إقاع التنفسي؟ علاش كي يتغير الإقاع التنفسي ديالي؟ وضعية الانطلاق لم يستطع عدة مشاركين إكمال السباق ما استطعوش يكملوا السباق بسبب ارتفاع سرعة التنفس ونبض القلب نحن مليك نجري ونزيد في السرعة فالسرعة ديال التنفس كترتفع وكذلك النبضات ديال القلب فالقلب يقول لك يضرب بسرعة فلذلك فبزاف ديال المشاركين ما استطعوش أنهم يكملوا السباق فالتساؤل هو لماذا تتغير سرعة تنفسي؟ علاش كتغير سرعة ديال التنفس ديالي؟ فأنا مليك نقوم بوحد الجهد اللي هو مضاعف فالسرعة ديال التنفس كتزاد إذن سرعة التنفس تتغير أثناء الجهد للماذا تتغير سرعة التنفس؟ من اللي كان يكون قلت كنتنفس عادي كان مشي كنزيد شوية في التنفس يعني السرعة ديال التنفس كتزاد ونبضة القلب كذلك كتزاد لكن من اللي كان جري السرعة ديال التنفس كتولي سريعة والنبضات كذلك كترتفع إذن أقترح ملي قلنا لماذا تتغير سرعة تنفسي؟ وسنقترح الجواب التالي سرعة التنفس تتغير أثناء الجهد إذن أثناء الجهد تتغير سرعة سرعة التنفس إذن أثناء الجهد تتغير سرعة التنفس لماذا؟ لتوفير حاجيات الجسم لتوفير توفير حاجيات الجسم كذلك تغير سرعة التنفس ونبضات القلب فهي ضرورية لتوفير حاجيات الجسم إذن أثناء الجهد تتغير سرعة التنفس لتوفير حاجيات الجسم وسنشكل هذه الجسم وسنشكل هذه الجملة إن أثناء أثناء الجهد تتغير سرعة التنفس لتوفير حاجيات الجسم لتوفير حاجيات الجسم لتوفير حاجيات الجسم بطيئة نبضات القلب كذلك تكون بطيئة كذلك سرعة من أن نقوم بشي حركة أو لأثناء الرحا فنبضات القلب والحركة التنفسية يعني الشهيق والزافير كي يكون عادي بطيئ مقارنة بأثناء الجهد ثم أثناء الجهد قد تكون سريعة الحركة التنفسية وكذلك نبضات القلب سريعة أيضا إذن عندنا أثناء الراحة الحركات التنفسية ونبضة القلب بطيئة وأثناء الجهد سريعة سواء نبضة القلب أو الحركات التنفسية السنتج أكمل الاستنتاج بما يناسبه أثناء الجهد عدد الحركات التنفسية وعدد نبضات القلب أثناء الجهد كترتفع كتزاد ترتفع سرعة التنفس ونبض القلب أو لكتزاد تزداد عدد الحركات التنفسية وعدد نبضات القلب تزداد أو ليزداد يزداد عدد الحركات التنفسية وعدد نبضات القلب استخلصوا من خلال الأنشطة السابقة توصلنا إلى أن أثناء الراحة قلنا بأن الحركات التنفسية ونبضات القلب تكون بطيئة أما خلال قيامي بمجهود عضلي أو لبجهود معين فكتزاد الحركات التنفسية ونبضات القلب إذن ترتفع سرعة حركات التنفسية وسرعة نبض قلبي كلما زاد مجهود البدني وذلك لكي يحصل جسمي على حاجياته الكافية من الهواء إذن هذه الحركات التنفسية ونبضات القلب لكي تزدوا فشنا هو الضور ديال للقلب؟ القلب الضور دياله هو أنه كيوزع الدم يعني وابحل واحد المطور كيوصل له الدم وكيبقي يوزعه لجميع الأعضاء فبالتالي من اللي كنقوم بواحد المجهود فالعضلات والجسم ديالي كيحتاج للدم يعني والأكسيجين أو للهواء كيكون غادي مع الدم لذلك فالنبضات كتزاد كلما قمت بشي بجهود النبضات كترتافع لماذا؟ لأنه أنا كندير مجهود والعضلات كتحتاج الحاجيات دياله كتحتاج للطاقة يعني الدم كيخصود غير يمشي لذلك كتزاد النبضة ديال القلب وكتزاد الحركات التنفسية معها أيضا ونمي رصيدي النبضه هو النبض وعبئ تعلماتي أضع العلامة فيه بجانب الاقتراح المناسب نحتاج للهواء كثيرا في حالتي الجري فحنا نملكه نجريه فحنا نحتاجه الهواء كثيرا لماذا؟ لأنه الحركة التنفسي كتزاد نبض القلب كيتزاد فحنا كنحتاجه الهواء أثناء النوم ما غيرت نحتاجه بزاعة الهواء ولكن كيخصنا نخلوه على الأقل نافذة مفتوحة بش يدخلنا شوية الهواء بش ما نتخنقوش فحنا كنحتاجه الهواء ولكن ليس كثيرا في السباحة كنحتاجه الكثير من الهواء لأننا نقوم بمجهود عضالي كنسبحو ركوب الدراجة فكذلك هذه رياضة مجهود عضالي كنحتاجه الهواء كثيرا قراءة كتاب نحتاجه بزاعة الهواء لكن فقط كما قلت كيخص ندخل شوية الهواء بش ما نتخنقوش إذن كما قلنا فالهواء كنحتاجه في حياتنا اليومية باش نتنفسه باش نبقى على قيد الحياة وكذلك عندنا الحركات التنفسية كتزاد وكيتزاد معها نبض القلب كلما زاد مجهودي البدني كلما قمت بشي مجهود عضالي كلما درت رياضة مثلا أو لدرت شي حركات اللي هي رياضية فالجسم كيحتاج لحركات التنفسية أسرع ونبضات أسرع لماذا؟ وذلك ليحصل على حاجياته الكافية من الهواء لأننا قلنا الدم يحمل معه وكيحمل معه الأغذية وكيحمل معه كذلك الأكسجين وشكو اللي كيبقي ينقل الدم القلب القلب هو اللي كيبقي يدور الدم في الجسم يعني النبضات دياله هي اللي كتدور الدم في الجسم لذلك فنبضات القلب كتزاد لكتزاد المجهود العضالي ديالنا وبهذا ننهي تمارين صفحة 29 نلتقي في الصفحة 3 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الأول والتي يظاهر أمامكم في البلاليسة وبالرجو إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء